السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه المحاضرة راح نشرح الابيال اسبكت او الابيال سيرفس مال شنو مالت المكزر اللي رايت برمنت سنترل انسايزر يعني المكزر اللي رايت سنترل انسايزر اوكي راح نشرح هذا الابيال اسبكت راح نشرحه بسبع نقاط سبع نقاط راح نشوفه على شكل شرح بخاص بهذا الامج الموجوده اتكم انت اشرع عليها انت يحوطها راح نشرح بس على هذا الامج هذا الباقي ما راكم غرض به لان محاضرات اخرى بالنسبه الابيال اسبكت لازم نذكر الاوليات اللي لازم نعرفها والاساسيات هذا اسمونا ميزيال اوتلاين هذا ديستال اوتلاين هذا انسايزل اوتلاين هذا سيرفيكل اوتلاين هاي انجل هاي انجل هاي الانجل اسمها ميزيو انسايزل انجل وهاي اسمها ديستو انسايزل انجل ورا ما عرفنا الانجلز انرو نجي نشرح نقول بسم الله الرحمن الرحيم اول نقطة راح نوضحها على الرسم هي نقول يعني محدد قليلا يعني قمة التحدم وان سيرها هاي هاي هنا صار with the crest of curvature approaching the mesio incisal angle هاي هنا الانجل وان سير الكريست of curvature صار approaching صار near this angle يعني هاي القمة التحدم موجودة قريبة من هاي الزاوية اللي اسمها mesio incisal angle ان شاء الله وضحت هذه النقطة النقطة الثانية هي خاصة بالdistal outline نجي نسوي له نقول مثل ما جايشوفونا هو اكثر تحدم من الميزل outline بعد شنو نكمل هاي نقطة نقول with the crest of curvature هاير توت the root يعني شنو يعني بالعربي وباللغة العامية يعني هذا التحدم هذا الـ outline الأدنى هو اكثر تحدبا من الميزل outline يعني اكثر محدد وهذا محدد اكثر من هذا وبعد شنو قمة التحدب هي صير اعلى اعلى من هاي قمة التحدب الموجودة هنا هاي قريبة من الزاوية هاي لا هاي اعلى باتجاه الروت باتجاه الجذر موجودة عدنا ان شاء الله وضحت وعيدها اخير مرة على موت الصير واضحة بصورة يعني صورة واضحة لكم ان شاء الله نقول هاي النقطة الثانية بالنسبة للنقطة الثالثة هي خاصة بهاي الأنقل الأدنى الموجودة اللي هي شنو اسمها يسمها distal disto incisal angle disto incisal angle اوكي هاي الأنقل شو نقول عليها نقول the disto the disto incisal angle هاي the disto incisal angle is less sharp is less sharp than the mesio incisal angle ان شاء الله وضحت يعني هذه الزاوية هي اقل حدة من هذه الزاوية اعيدها مرة ثانية اقول the disto incisal angle is less sharp than the mesio incisal angle هاسا ان شاء الله صارت واضحة بالنسبة نجي نشرح النقطة الرابعة وراء ما خلصنا اللي هي خاصة بمن خاصة بال incisal outline نجي نسوي هذا الاؤتلاين نقول the incisal outline is usually regular and شنو regular and straight يعني عادة يكون منتظم و مستقيم عادة مثل ما جايشوفون هوا واضحة is usually regular and straight in mesiodistal direction mesiodistal direction هاذا الdirection اذا اريد ان نوصفها نقول mesiodistal mesiodistal يعني مبادل من الميزيل ومنتهي بالdistal اذا نقول the incisal outline is regular as usually regular and straight in mesiodistal direction بعد هنا النقطة الاساسية اللي لازم نعرفها نقول هذا الاؤتلاين اول مرة خلوضها بالعربي هذا الاؤتلاين هو هنا بشوية من الحناء او بكيف بكيف هذا صير صير بال سنتر اوف ذا كرام الشيطين يطين هنا اعظم طول اعظم طول او اطول طول لل central incisor والموجود موجود بالcenter of the crown يعني من نريد نسوي للdescription نقول نقول the mesial outline is tends to curve downward toward the center of the crown toward the center of the crown اعتقد ان شاء الله صارت واضحة الفكرة لكم من خلصنا من incisal outline راح ننتقل الى cervical outline هذا cervical outline شنو لازم نعرف عن هذا outline لازم نعرف انه هو يقول the cervical outline is semi circular direction semi circular semi معناها likely معناها شبه 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 دائري semi circular هذا ال outline العدنى cervical outline is semi semi circular بعد النقطة هاي النقطة ذكرناها النقطتين الاخيرات هي تخص الروت مالتنى هذا الروت لازم نسوه لل description من ناحية labial aspect labial aspect شنو نذكر عن الروت نقول الروت اولا عن shape mad shape mad يعني الشكل mad مثل ما تيشوفون هو شكله مخروطي اذا شنو نقول يعني شنو يعني مخروطي معناها زاوية غير حادة او قمة غير حادة مثل ما جاي يشوفون ها بها نوع من الصحة وش نحن بس نوصف نسوي بانه plant apex plant apex اما بالنسبة length of الروت نقول يعني طول الجذر هو عادة اطول من الكراون باثنين الى ثلاث ملي ميتر لحد الان وصلنا لنهاية المحاضرة ولازم اذكركم في الملخص او في الطريقة تحفظون بها هذا الذي شرحنا بالنقطة الاولى ذكرنا وصفنا الميزيال outline النقطة الاولى وصفنا الميزيال outline وعرفنا الكريس of curvature هي approaching the mesio incisal angle بالنقطة الثانية وصفنا الدستل outline هذا الدستل outline وعرفنا الكريس of curvature is higher تود تود ذروت هاي بالنقطة الثانية بالنقطة الثانية الموجودة عدنا هنانة قلنا distal distal disto incisal angle is less sharp than mesio incisal angle هاي النقطة الثانية هنانية اما بالنقطة الرابعة كانت تتخص وعرفنا انه اه هنا عدنا curvature يطينا طول يعني يطينا عظم طول لل central incisal هاي النقطة الرابعة اما النقطة الخامسة كانت تتخص وعرفنا انه سيمي سيركولر اما بالنسبة للنقطة النقطة السادسة والسابعة كانت تتخص الروت وقلنا بالنقطة السادسة كانت الروت كونيكل and plant apex وقلنا longer than the crown ب2 الى 3 مليمتر 2 الى 3 مليمتر هاي محاضرتني اليوم عرفنا بيها labial aspect of the maxillary right central incisor شكرا جزيلا لكم اتمنى لكم التوفيق مع السلامة شكرا شكرا لكم